اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجاه وبست الجبال بساه فكانت سباء منبتا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم تلت من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلتون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاتهة مما ينغيرون ولحب طير مما يشتغون وحور غين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيبا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في ستر مخدود وطلع مهدود وذل مبدود وماء مسكوب وفاكهة كسيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وغميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مثرفين وكانوا يسرون على الغرث العظيم وكانوا يقولون أئذا بسنا وكنا كرابا وإنظاما أئنا لمبعوصون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالعون منها البطون فشاربون فشاربون عليه من الأميم فشاربون شرب الجيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما كنتون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسقوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم بما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرشون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه قاما ومن قدركم تفكهون إنا للمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسق أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي طورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقزم لو تعلمون أظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تمزيل من رب العالمين أفبهذا الهديث أنتم متهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكثبون فلولا إذا بلغت الملكون وأغذب كينئذ تنظرون ونحن أقرموا إليه ملكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غرب دينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروه وريهان وجنة نقيم وأما إن كان من أصحاب اليمين أسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من هميم وتسلية جهيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم